طبعا أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي كمان لكرة القدم بيكلم الكابتن محمود الخطيب يهاني كابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي النهاردة طبعا محمود الخطيب رئيس النادي طلق تهنئة من أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنازمة طبعا حصول فريق النادي الأهلي على البرونزية في بطولة كاس العالم للأندية وجاء نص خطاب رئيس الاتحاد الدولي لكابتن محمود الخطيب كالتالي أود أن أتقدم لكم بالتهنئة مرة أخرى بمناسبة فوز ناديكم بالمدالية البرونزية في بطولة كاس العالم للأندية وهو إنجاز جديد لكم وأنا أرسل لك هذه الرسالة للإشادة بكل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار سواء كانوا اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي ويسعدني أيضا الإشادة بجماهركم الرائعة التي تواجدت في البطولة ولا شك أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بكافة التفاصيل بالإضافة إلى الحب والشغف تجاه لعبة كرة القدم كل هذه الأشياء تشير بمستقبل مشرق لفريقكم وبكل تأكيد سوف تفتح الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل أتمنى لك كل الخير وأتطلع لمقابلتك مرة أخرى قريبا خلي بالكو الرسالة فيها يعني جوجوة الرسالة فيها رسائل كتير جدا بصراحة رئيس الاتحاد الدولي يعني شيء يدعو للفخر بهذا الفريق اللي قدام حضراتك طبعا رئيس الاتحاد الدولي بكل مناسبة على مستوى الأندية بيشارك فيها النادي الأهلي بيتوج النادي الأهلي بمدليا أنفانتينو طبعا بالرسالة اللي وجهها للكابتن محمود الخطيب أكيد كلنا فخورين بهذه الرسالة كلنا فخورين أنه فعلا خلاص النادي الأهلي يا جماعة النادي الأهلي بقى نادي عالمي يعني عايزين نقول كده وبنقول كده من سنين السنة اللي فاتت واللي قابلها وي وي والنادي الأهلي خلاص في مصاف الأندية العالمية أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بيقول دوت من خلال رسالته للكابتن محمود الخطيب وبيوجه كمان رسالة أنه فخور كمان بجماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي كان لها طبعا براجراف في رسالة أنفانتينو للكابتن محمود الخطيب أنه فخور بهذه الجماهير اللي كانت موجودة في كاس العالم للأندية وهو يعرف ويعني يعلم تماما قد إيه جماهيرية النادي الأهلي مش في مصر بس على المستوى الأفريق وعلى المستوى العالمي بشكل كبير فعايز أقول لحضراتكم أني طبعا النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله عنده مشوار بداية مشوار بإذن الله على مستوى طبعا كاس أفريقيا الحداشر أهلي إن شاء الله في طريقنا وفي طريقها للجزيرة بإذن الله